بسم الله السلام عليكم طلاب ان شاء الله سوف نشرح معذرات الـ Small and Large Intestine Pathology اول شي نبدأ نحن قلنا نبدأ عنوماليس اللي يكون جينيتال وبعدها سوف نأخذ الـ disease الاكوائر اللي تصير خلال الحياة فاول شي ان شاء الله سوف نبدأ الـ Small Intestine نكملنا الـ Stomach اخذنا الـ disease واخذنا الـ tumor هنا نفسها سوف نأخذ الـ disease وسوف نأخذ الـ tumor عندك اول شي developmental anomalies عندك اتريجية اتريجية معناها complete obstetraction يعني الجزء ان القناة ما متكون فصير انشداد كامل تاخذوها بجرحة الاطفال مرحلة خامسة ستينوسيس صار تضيق بها وانتستن صار بها تضيق because diverticular هنا عندك اتصال بين السرة وبين الانتستن فتكرمون جل لكم الله يقوم الخروج يطلع من السرة هم تسرعجها مشاكل مرات اذا ما بها مشاكل عادي طبعا عندك القناة هاي يسموها الفتحة هاي السرة وهاي القناة اللي موجودة وهاي الانتستن ويقولك انه عندك هاي القناة المفروض بعد الولادة تنسيت يسموها انفعلوا ميزنتري كنابة من تبقى مفتوحة رح يصر عدكم بها مشاكل تجيك ممكن تستان الاوستراكشن تجيك باين لس ركتال و تجيك ممكن باسج أوفستول ثرودة امبلايكس هاي رح نجي ناخدها بتفاصيلة زين عندك المال روتايشن المال روتايشن انه عندك الامعاء يعني خلال الديفلومنتر تمر بعدة اطوار اول شيء يصر بها هارنياشن تطلع خارج بها تنطفل هاي بطنهم بعدين شيء يصر بها بعد الهارنياشن يصر بها روتايشن ترجع بعدين يصر بها روتايشن وبعدين يصر بها فكسيشن تثبت فحي رح نجي ناخدها ان شاء الله هماتين وعندك الهيرشبير هيرشبير هيرشبيرنج هيرشبيرنج ديزيز هاذ الهيرشبيرنج ديزيز يصر كالاتي انه سببه ان عدنا قانجليون موجودة بالانتستين اذا القانجليون اختبت ماكو بالانتستين معناها الانتستين ما رح تشتغل ما بيها شغل نحن شون تشتغل الانتستين عن طريق نيورون عن طريق انه فد نيورون ينطيها هاي اشارات وحركات على ما تشتغل وتسوي برستالسس وحركة اما بالهيرشبيرنج ديزيز الفضلات من كلالها فشيصر عندك يصر عندك التستين وعبس اذا جيك من التستين وعبس لكن وين بالاطفال يعني هذا يجيك بالاطفال 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 ويقول لك تعرف الاتريزي تعرف هيرشبيرنج فانتو عرفوها انه شون تعرف انه اذا جيب لك اوالد ايج شون تعرف اذا جيب لك يجيب لك تشايلد تعرف الديزيز مالتا فهيش تعرفها الكونجينة الغالبة تكون بالاطفال تعرف انت مالاطفال حتى نشوف الباسكولار ديزيز اللي تصير بين ناخذ الانفلامتري دياري 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 ديزيز مثل عندك انتيروكولاتيس مال يحبها دكتورناتا ويحبها الانفلامتري سناخذ كونز مهم ديزيز موجودين بالباطنية والباطنية حتى بالجراحة يجبون من عنده فهيش تعرف تقريبا الكرونج ديزيز والأزارتف كولاتيس نشرحهم في تفاصيلهم ان شاء الله يعني خليكوا تبالون من عندهم يالله تفهموهم عندك ايضا نيكولونيك ديورتوكولار ديزيز وعندك تيومر اللي هو البنايين اند ماليقنات عندك الديفلوبمنتال اللي صروا بالجاعة اللي عفو بالسماع واللارج اول شرح نبال شوية نبال شوية نبال شوية وبسيطرقشن يعني مضيق لكن مو مسدود تسل مضيقة لكن مو مسدودة اما الاترياجة تكون انسداد كامل كومبيت وبسيطرقشن هيا القناهيت صايرة وهيا القناهيت صايرة عندك اترياجية وبسيطرقشن عندك عندك اللي هو والفورمال ساكلر ستركشن ويش ماي أرميكو مرد تلقي انو ساكلر مثل الساك موجود وهي الانتستن مرتبط بها فممكن انه مفتوح عليها وممكن انه مافتوح عليها يسمونه دابلكيشن دابلكيشن عن دابل يعني عندك هذا الانتستن على شكل صاك تيوب عندك منها صار بها شكل تيوب آخر هذا يسمونه دابلكيشن زياد نجي ناخذ الميكولز دايدورتوكولا هي اكثر واحدة شيوعا ليش اكثر واحدة شيوعا لانه ماحتاجت انه فد دزيز او فد مشكلة على مري كونها وانا ما هي ترات متكونة لكن مفروض تختفي مفروض تختفي فهي متكونة لكن مفروض تختفي اما دولة لا على شي يكونهم يعني هاي عتريج هي قلفت غشاء او شي يلا تنست الاستناصر يلا تضيق وهاي الابلكيشن هم على شي يتكون اما هاي لا فهي متكونة يعني هي بالنورة ما تتكون لكن مفروض تنست يقول لك فايلر او انفليوشن يعني الانفليوشن تركي داقد قلناها عندك الانتستين وعندك خاشنية الامبلاكس لو فروض هاي لا تنسيت بعد الولادة طبعا ش راح تشوف يعني اذا تريد تشوف او ش راح تشوف مرات مسدود هو مسدود من الامبلاكس من النار فش تشوف تشوف يعني بلايد مسدود النورة يصير يصير بصف الاليام احنا عدنا الاليام ما يتصل عندك أنت شم عندك عندك السمول انتستنت تقسم ثلاثة اقسام دودنا وبعدها جوجنا وبعدها عليا عليا ميمين يتصل يتصل بالسيكة بس اغلب أكثر يتصل بالسيكة هذا العليا يتصل ميمين يتصل بالسيكة هذا السيكة عندك جوه شنو موجود جوه جوه هذا الفالب يسمونه الابيندكس الابيندكس موجوده موجوده هنا السماء علي ذي الابيندكس يعني علي انه موجود العليا متصل بالسيكة عن طريق الالو سيكة البعض فهي متصل بالعليا في هاي المنطقة تقريبا وتروح هوني تروح على القصة الرحل شوفوا ليها هذي منها عندك هاي الابدومن شوفوا هذي فموقعها قلناها بالعليا من العليا تتصل فهذا العليا شوفوا شون هذي اللي هي المفروض تنسد هي ما نسدت فاعجل لكم الله يقوم الخروج يطلع من هنا يطلع من هاي مفروض هاي ايش يصير بها انسداد مفروض شوفوا تنسد توخل مره شون نلقاها شوفوا شون نلقا نلقاها جزء مسدود و جزء فهاي بها مشكلة انه يمكن بها انفلاميشن شوفوا هاي صار مثل الساك منها مسدودة لكن صار مثل الساك فهاي بها مشكلة كبيرة انه يعني العكهل ما راح يروح ما لها مكان انه يطلع فيصير مقام على انفكشن و غيرها فاجيك بليدينج يجيك مشاكل في الابدوم و غيرها فهي هاي انفال موزنت انترك دقت اذا هسا الساية بليليون طبعا ممكن ش بيها ممكن بيها هتروبت قاسترك ميوكوزة نص الكيسات شنو بيها جاي ميوكوزة ان المعدة تصير بيها كيسس هتروبت ممكن نصير بيها شنو من البنكرياس و ممكن من القاسترك ميوكوزة نفسها جيد يعني عفو الكيسات نصها البقية بنكريات كريست و غاسترك ميوكوزة يش راح يجيك؟ يجيك بليدينج يعني هاي سوف شو انصاره فهاي عرضة انفلميشن فرح يجيك بليدينج بليدينج هنا يكون بايلس عرفوها يكون بايلس بليدينج بير ركتب ينزل بالركتب تدور ما تلقى شي نجد انه هاي المشكلة مرة تجيك بين بالابدومن بين بالابدومن مرة تجيك شنو مايستملكت ابندسا عتس الابندكس وان صايرة قلنا الابندكس صايرة جوة وانا اذكرتكم انه هو هذا الاتصال وين هذا الاليوم هذي خلي ارسمه هذا الاليوم متصل بالسيكم هذا السيكم فهنا هي قريبة في هاي المنطقة فاذا صار بيننا سوف ممكن ينزل وين على الابندكس الابندكس صايرة في هاي المنطقة فيجيك مشكلة بالابندكس يسميه مايستومري وعرفوا كل شي تاخدونه مجرد انه درسته هاي لا لازم تفهمه شون صغير وليش قالك ابندكس يعني هي صار صف الابندكس شوفوا ليها هاذ سمول باول هاذ الانفال تكون مفتوحة وين تكون مفتوحة عصره نفس هاذي زين مرات يجيك انفال وسيل انت عندك المعدة العفو الابدومن بها عضلات يعني هاي عضلات البطن عضلات البطن المفتوحة تكون وكذا لكن مشكلة اللي موجودة انه هنا ماكو عضلات وين هاي منطقة منطقة الانبلاكس الصره ماكو عضلات او عضلات تكون قليلة يعني هي منطقة تكون مثل ما نقول ضعيفة فاللي رح يصير بالاطفال عندك هنا بيرتونيالساك وعندك شنو عندك ذني العضاء اللي موجودة دور رح يدفعون 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 فيطلعون خلال الانبلاكس يكون مغطعين بساك يسموه عنفالوسيل اذا بالبريانبلاكس ابدومنالول يصير بيدفاكت هذا الدفاكت ممبرين الساك طبعا يكون بيه ممكن انتستين ممكن يكون بيه ممكن يكون بيه ممكن ايش يكون بيه فحيا اعرفوها من هاسا تفيدكم بالجراحة مات الخامس هاسا عندنا الهيرشبير ديجيز هيرشبير ديجيز طبعا يكون ميجا كولون هاسا راح اقول لك شو صار تبير باواهلي انت عندك المفروض هذا النهر ماط يكون عندك قانقليون سير دول القانقليوسيل ومضيفتهم ان يشغلون الانتستين او الكولون مضيفتهم ان يشغلون اللي راح يصير بهاي الحالة انه انه بالسجمويد والركتم هاي المنطقة هاي السجمويد والركتم دولي اللي راح يصير بيهم انه القانقليون ماكو فاللي راح يصير ما يشتغلون فبدلا اشي ما يشتغل ما يصير بيه يموت هسا بالقسور اذا واحد مكسور عيدة واحنا نجبسها ونخليها نقول عشرة شهور يعني من عندنا خلينا عشرة شهور ما راح يحركها ما راح يستخدمها تجي انتش راح تشوف تشوف اذا ماكو يعني عضلات ماكو ليش عضلات ماكو الجسم يقول لك انا شكو شي ما شغله ما يشتغلان ما طيدا ما ما خلي يعيش عصلا ما يصير بيه تبدي تضمحها ضعيفة بينما دول اللي يلعبون كما على تساعة مغرب شوف عضلاتهم مش كبرة العضلة بسبب شنو بسبب ان دول يجاي يشتغل عضلاتهم فيحتاجون لدمع كثرة كالجسم يمطهم بينما تشتغل بالترح تبدي تنست اذا هنا ركتم مسجمويت مسدودي زيان دولي ضعفة ضعيفين ما يشتغلون تجي الفضلات تجي ترجي تجي تنزيل لقي الطريق يدعها مسدودي شو رح يصير بيه رح تتجمع هنا تجمع هنا تجمع هنا فش رح يصير عندك رح يصير عندك البروكزيما البارت شي يكون يكون كبير يعني البارت اللي ما بي ديزيزي البارت اللي ما بي مشكلة رح يكبر 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 فهذا نسميه ميجا يعني كبير مواد غذائية يكون توكسيك الفضلات موجودة في هذا فهاي سميناها توكسيك ميجا كولون اذا هسا فهمناها من يجتنا ان ماكو غنجليون بس قمويدور راكتم هذا سقمويدور راكتم وراها العيناص ماكو مثل ما نقول خلايا او غنجليون تحركها ما رح تشتغل فبالتالي هذا المنطقة تضمحل مسدودة فالفضلات تجي تجمع ما تجمع بها المنطقة فسميناها توكسيك ميجا كولون فيقول لك شنو الغنجليون اللي موجودين بالجي اي تي او بالانتستين موجودين مسنر اند اربا بلاكسس تو ارسد اميقريشن طبعا بالنيوركريست نيوركريست راح تكونهم درايفي دفروس سيرز بركاجر اف انتستان القنجليون سير علونج جي اي تي يعني ما كوانت ما تكونت بسبب شنو بسبب ارسد اميقريشن اوف نيوركريست نيوركريست مانططني لا مسنر ولا ارباخ خب هاي المنطقة زين بحث جونسس بحث جونسس بحث جونسس قنجليون سير ماكو لذلك بلع انه ركت الجنكشن هي يصب بين الناس والسيجمويت يعني دستال كولون كوزينك فانكشن وابستركشن نينساد فانكشنالي فانكشنالي ما بيوظيفة فانساد مو انتو مكالي انتو مكالي انتو مكالي معناها فانكو يتكون بيه في سادة فهنا ماكو بي ماكوش يتكون بيو وانما هو مايشتغل فانساد لذلك اسميناه فانكشنال عرفوه ليس قلنا فانكشنال او ستراكشن واندي بروغراسف ديستانشن يصير بيها ديستانشن بهاي المنطقة ليش يصير بها ديستانشن بهاي المنطقة لان قلنا انو الفضار تجمع بيها فراحة تبدي تكبر تكبر اسموها ميجا كولون ميجا كولون طبعا افده هو ايش اسمه إذا اريد يغير لكم او اجيب لكم سؤال رح يقول لك انو يصير عندك ميجا كولون بالأفكتد بارت هو مايصير بالأفكتد بارت وانما الميجا كولون الكولون يكبر من المنطقة اللي بيها قانجلون يعني هو شغال فمدام شغال يقدر يتوسع مو شغال مايقدر يتوسع فبدي بارت الشغال رح يقدر يتوسع زين هاي ليش مهمة مهمة على موت بعدين احنا من نريد نعالجه جراحيا ش رح نسوي رح نشيل هاي القطعة ونسوي من هاي المنطقة يعني عندنا نعرف المنطقة الشغالة اللي ما بيها شيء واقدر نسوي بها نستموهس وافتح فتحة المخرج فيقول لك عشرين بمية يقول لك يقول لك عشرين بمية طويلة مشغالة مرة تلقاها كلها كلها مشغالة بس ليش ما اذكر لكم اياها كلها مشغالة كلها مشغالة ش رح يصر عندك كلها مشغالة رح يموت يعني ميت اصلا طبعا بايشت واحد ال5000 8000 ليف بيرث هم المية لكثر من الفيمية يعني شكل مقاريد ما ادري ماي بي اللي هي هايدروسيفالس كنت كونا بياها هنا كونت كونات كونتية وميكالس dam البياثولوجي قلنا بالبياثولوجي انت راح او بالبياثولوجي اهتمي بهذه السؤال فهو ها شغلته يعني ها هي فيقولك لك اوف غانجليون سيل بوين الغانجليون اصير اصير بالمسكولارس والسبميوكوزة بوين بيام يكون بالافكتد بارت اللي يكون ما بيه غانجليون ما بي لسبميوكوزة ولا عمسكولارس غانجليون اذلك يش راح يصيبه نوندستانديد تهموها يغيرون بيها فحفظوها افهموها نوندستانديد معناها ما بيغانجليون ما يتحرك فشون ينتفخ بس قولي شون ينتفخ ما ينتفخ اللي هي هي السيجمان طبعا احنا نبلش الماث بروكسيمال وننزل كل ما ننزل بعد ان الماث يكون دستل 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 فهنا هاي المنطقة تكون دستل للماث اما هاي المنطقة نسميها بروكسيمال اللي نقرب للماث فاذا نقارب بين هاي المنطقة وهاي المنطقة شو راح نقول راح نقول هاي دستل وهاي بروكسيمال زين اذا ريد مثلا ناخد منطقتين هاي المنطقة وهاي المنطقة نقاربها هاي دستل بعيدا من الماث وهاي بروكسيمال هاي هم معرفوها الان افكتش راح يكون راح يكون بروكسيمال سيجمال تنتفخ لان بيها تقدر تشتغل فراح تجمع الاكل كلها بيها والوال شي يكون يكون ثك ينتفخ ام يتحمل هاي القوة مالت الاكل اللي بيه. ممكن شيصر بيه صر بيه اه اه بالكولون بها المنطقة صر بيها اصر بسبب الاكل يكون توكسيك. هنا همات هنا العضاة مالت الجزء اللي هو هذا الجزء اللي صار اللي حتى يصر عندك هم صر بيها هايبرتروفي. زياد. عندك الطفل مفروض خلال 24 ساعة شويه مفروض يطلع الاستول ماله. الاستول ماله هو عبارة عن ميكونيوم. ميكونيوم. زين. اذا الطفل خلال 24 ساعة ما طلع ميكونيوم. شو راح اقول? اقول هذا صار عنده انسداد. اجي ادور اشوف اه اه اير بابلس هم راح نجينا اخذهم بالاكس راي. فراح اقول شنو اقول انه هذا عنده انسداد. انسداد. راح اشوف الانسداد وين? واخلي له اه صبغة. صبغة ندخلها من الركتم. بالتجاه شنو? يعني من من الركتم. من فتحة المخرج يدخلها فوق. راح اشوف الانسداد انه يبين بشكل رفيع. عما لهذا الجزء الديليتي تشيكون يكون شبير. فخلال 24 ساعة. طبعا هنا كاتب 48 ساعة. لكن احنا عدنا بالسيرجير يكون 24 ساعة. فنتحفظه على الباثولوجين 48 او 72 ساعة. ما يقدر يطلع الخروج ماله. الخروج. الخروج. الاكل متجمع. مكان. واش يصير بيستيكسس بالجسم هذا عرض الانفكشن. فيصر عندك انفكشن. يصر عندك يقوم الكولون يتصل ان الفلاود مالت الجسم. على موضع يرطب هذا الاكل. ما يتصلب. فاش يصير عندك فلاود الانفكشن. يصير عندك ايضا. اكون طفيل يقتغط على والد. تصار ليوم. يوم ونص. وانص. اذا جيك طفيل. يعني توا والد. ان يوني توا والد. صار ليوم. يوم ونص. ومطالع عنده ميكونيا ومعنده قبل اعرف ان هذا شن هو هذا ممكن يكون عندك هاي المشكلة خوض فيك نسبايوبسي أو في نندستاند باول سيقمت الباول سيقمت اللي هي نندستاند يعني مو تمدد معنى هذي مشكلة منها ما بيها غانجليون فاخذ كل الجدار وأشوفها أشوفها بنيورون لما بيها سيرجيكال طبعا the part of the intestine that does not contain غانجليون أشيلة وبعد ما أشيلة أجي أربط نفس ما أقلت لكم توني هسه عندك شن هو عندك diarrhea disorder عندك diarrhea disorder اللي هو increase in stool mass frequency or fluidity يعني stool يزيد يا أما بالfrequency عدد مرات يطلع التواليات يا أما fluidity يعني يكون more fluid يعني عبارة عن fluid ما كفت hard mass موجودة بالسطول daily stool production هو يكون 250 غرام containing 70 إلى 95% water يقول لك عندك die zentry die zentry هنا يكون يسمونه يعني مثل ما نقول الزحير العميمة الزحارية يسوي فهذا الزحير خطيئة يعني يقول لك أنا يدخل لتواليات بس ما أقدر أطلع يعني ما يطلع خروج ويطلع بيدم خروج جدا قليل فيكون عندك low volume painful bloody diarrhea يعني bloody diarrhea لكن تكون low volume انتبه ليس high volume ليس high volume die zentry classification of diarrhea اللي صوت اللي حفظوها حفظوها مثل اسماكم باطنية يجيبوننا عندها باطل اللي يجيبوننا عندها بحفظوها حفظ أنك وشي secretary diarrhea secretary diarrhea هنا يقول لك direct or anterior toxin mediated damage to the surface obithelium or so the intestinal cells secret more water شو المعناها نحن عندنا هاي الانتستين تفريز الخلايا تفريز water للسطول الحملي يضغ الرطب إذا صار عندنا toxin أو damage للخلايا اللي موجودة هنا رحش تقوم تقوم تطلع مية بشكل أكبر يعني شوان تنفجر فتقوم تطلع مية أكثر لذلك شي يصير عندك يصير عندك secretory diary يعني water هواية زيان متل لاش عندنا المثال حيحيل مهمة أذكر ممكن جا منا الكلورتاكسين أو الكلورة شنو نوع الديارية بها تقول secretory diary lecolatoxin نتير pathogenic virus V.I.B من carcinoid syndrome فهذولي رح يصير بدهم secretion more water than normal فيصير عندهم ديارية أما Osmotic forces هذ Osmotic forces اللي رح يصير عندك الكلاتين تبهوا احفظوها حفظ مثل اسمعكم وين ما تروحون حركة المواد تقول من من تركيز العالي إلى من تركيز الوضع مواد رح يصير عندك كلاتي حركة المواد مو الماء او حركة الماء شوان يكون هست رح نشرحها لا أرغب مواد اذا كانت المواد السالب حيالي هواية فش راح نحتاج راح نحتاج دم اه مي هواية على مدى الرطب احنا لازم تكون رطبه فهناش راح يكون عندي راح يكون عندي مي هواية هاي الاوز من تقديري. يعني حركة الماء الى ماطق دى التركيز يكون به يكون تركيز المواد الذائبة فيها عالي تركيز المواد اللي بيها تكون عالي على موضى على مواد الرطبي شرح اصداد لدينا ان المية يتحرك اتجاه المواد على مواد يرطبها كلما تكون المواد الهواية. المواد الهواية كلما تكون المواد الهواية بالاستوة المواد تكون سلبة مو مهضومة زيين المواد مو مهضومة زيين. شرح يكون رح يكون عندك ان تحتاج مية هواية فيصونها اقسموها. Stephك تنظير.' образ curso شديد الكثير من فى مواد الذائبة تحتاج للمذيب فى المذيب من الماء فى الجسم يتضح الماء فى سمعتها أزمارك ديارة فى الماء ستكون لدي الماء و تصبح لدي ديارة فى ديارة امترضى يقول لك مواد غذائية لا متصل لماذا لم يمثل؟ لأنه ليس مهضوما جيدا مثل الملك مرات إحنا الأطفال خطيئة يكون عندهم ديارية والأهل يقول لك والله يظل يصيح وعنده ديارية يابوا شون السبب من يشرب حليب يصير عنده ليش؟ لأنه عندنا في إنزايم اسمه لاكتايز هذا الاكتايز يكسر اللاكتوز اللي موجود بالحليب إذا خطيئ لاكتايز ما عنده ما يقدر يكسر اللاكتوز وبالتالي من ما يقدر يكسر اللاكتوز سيصير عنده لأنه مواد كبيرة موجودة بالخروج فهاء المواد الكبير الموجودة بالخروج سيكون السبب عنده أوزمواتك ديارية أما يصير عندنا يصير عندنا يصير عندنا مثل مثل يصير عندي انو البثيريال ليرتشيصي بها تتكسر بسبب انفلامتري باول بسبب تيومور زي ليش قلنا اكسيداتيف نحن خلال انت تكسرش راح تطلع بروتين فبروتين يكون اكسيديت يعني بروتين هو يكون اكسيديت هسا عندك المال ابزوربشن المال ابزوربشن اللي هي امزورب انا ابزورب نيوتريانس المال ابزوربشن عندك البنكرياسي فريز لك انزيمات عم تكسر الفات فالفات ما راح يمتص تكون تكون مال ابزوربشن زيان عندك ال ديرانيج ديرانيج موتالتي هنا ديكريز موتالتي يعني ما تقدر انه تحتفظ بالمواد اللي بيها لحد ما تمتصها كلها ديرانيج يجد مو منتظمة الحركة مات الامتستين وهيقل شيوعا هسا عندك المال ابزوربشن سيندرا المال ابزوربشن سيندرا انه ما يصل امتصاص بصورة طبيعية للمواد الغذائية يقول لك امتصاص بصورة طبيعية طبعا مثل ليش مثل ممكن النوتريانس الكترولايز او الواتف شو راح يصير عندك راح يصير عندك تستيربس ان انترالومنال ديجيسين يعني ممكن نفسب شنو رزولت منين بسبب انه باللومن نقسم الماكسان اول شيء هذا المنطقة اول شيء باللومن اللومن مصر بها ديجيسين صحيحي نسمي انترالومنال ديجيسين او صار عندنا ديجيسين لكن الدن ما جاي انتصاص ما يكون امتصاص او مال او او يصير عندك تيرمينال براش بوردر ديجيسين مثل ليش انت عندك براش بوردر اللي موجود هنا وظيفتهم انه يطلعوا لك انزيمات يكسرون المواد الغذائية ما موجودين يسموها تيرمينال براش بوردر ديجيسين او ترانس ابيثيليال ترانسبورد يعني خلال الانسجة يصير انك جيد مشكلة بالنقل فعندك المواد الغذائية حسنا نجيح لشرحهم يا اما مشكلة باللومن ما جاي يصير بيه ديجيسين يا اما مشكلة بالابسوربشن نفسه يا اما مشكلة وين مشكلة ترانس ابيثيليال ترانسبورد فرح يصير عندهم هاي المشكلة طبعا دياجسشن او فود اكار وان يصير الفود وان اكتر شيء الدياجسشن ما يصير يصير بالستومك والسمال التستين بينما الابزوربشن وان يصير موصلي وان بالدودين ومجوجنا اذا بالسمال التستين شي يصير عندنا يصير عندنا انتصاص اللي هو اه موصلي بالدودين ومجوجنا طبعا تكون هاي دزيز سببها فيقول لك ممكن يسبب المال ابزوربشن يقول لك يش رح نسوي رح نسوي سمال انتستان البعيوبسي اذا امبورتان دياجنوستيكتور عم نشوف شن المشكلة ناخد فطولي مقطع طولي نشوف شن المشكلة ممكن براش بوردير نورمال ابنورمال بيها مشكلة فاها رح نجي نعرف حال شرح يجيك البعيشن رح يجيك كويتلوس يجيك النوروغزية ابداومال دستينشن مسل ويستين مال نيوترشن مال نيوترشن اند باسج اوف ابنورمال البالكي بورثي غريزي يلو غريز زين شنو معناها اول شي هو ما جاي اكل ما جاي اكل بس ما جاي انتصل لك فش رح يجيك كويتلوس لان ما يكون نيوترينت يجيك لعبان نفس لانا سهال ممكن يجيك ابنورمال دستينشن لانا الامعاء بها مشكلة فتنتفخ بها مشكلة لولا كيابا انا بمشكلة تعال خلي طبيب يشوفني ابنورمال دستينشن ايضا العضلات ما جاي جاي بروتينات في المسل ويستينج مال نيوترشن الباسج اوف ابنورمال بالكي الاستورشي يكون مجاي ينتصف الاستورشي يكون هوايا بالكي يكون فروثي بريحة ليش بريح هنا ريحتها قوية يعني يكون بسبب انه بمواد محظومة هاي المواد المفروض شان تمتص لكن ما انتصف فتكون ريحتها قوية فتكون غريزي غريزي لان دهون ما جاي تمتص خصصا بالمكرياتاتس المكرياتاتس يطلع مواد تساعد انزيمات تساعد بحضم الدهون الدهون ما جاي تمتص عندك اليالو ارغري ستول اللي هي استياتورية يكون يالو ارغري ستول هاي استياتورية دهون بالستول دهون بالستول زين النقطة الاخرى ليش بالهارتفيلر قلت لكم يجيكم مالة بزوربشن لانه بالهارتفيلر هنا لوعية دموية ما بيهدم عالم تمتص ما جاي يصل دم للمعالم تمتص فهي المشكلة انو راح يجيكم بها شنو اه مالة بزوربشن حس عندك الكونس اف مالة بزوربشن سنترم يعني ان بينه مواد غذائي مجانين التاسع فاش راح يجيك يجيك نيميا يجيك بليدين طبعا هاي قروها انتو ما تذكر جاب من عدها فانتو قروها وخلوها بمعلوماتكم يجيك اسطوب نيو تيتاني يجيك مينوريا يجيك حايبار ثارو ديزم بيربرا ويجيك باتيك يجيك ادماء طبعا كلها بسبب النقصان الكترولات والضعي تاميز واليوترينت زيان حس عندنا مالة بزوربشن سندرم يحبونها الباطنية قلنا اول شي انترالومنالدجسين يعني باللومن ما جاي يصير دجسين صح ما جاي يصير تكسير احنا الجداء ما نقدر نمتص اذا ما يتكسر قطع صغيرة يلا يقدر يمتص الجسم فشون سببه اول شي يقول لك السبب الاول اللي هو بنكرياتك انسفوشنسي قلنا البنكريات يطلع انزيمات هالانزيمات تخضم العكل تخضم الدهون فانزيمات ما جاي تطلع من البنكريات البنكريات عنده اندوكراين هذي يطلع الهورمانات اللي هو الانسولين والغلوكاقون وعنده اكسوكراين اندوكراين معناه يفرز بالدم الاكسوكراين معناه يفرز مثل ما نقول كافتي مو بالدم اكسوكراين فهذا ما رح يفرز يفرز بالانتستن بالانتستن باشرة فعور عن انزيمات خاضمة للدهون الماضي الغذائية ماكو الدهون ما رح تتكسر ما رح يقدر انتستخل فهينقلوا له نقطة ثانية هاذا زولينجير انسول سندرام ش رح يسبب لك زيادة بالغاثريين شرحناها الغاثريين يزود الاتسيال الاتسيال من يكون بالانتستن من يكون الاتسيال بالانتستن ما رح تشتغل عندك المنكرياتيك انزيم لان المنكرياتيك انزيم تحب البيئة القاعدية فمن يكون عندك الاتسيال موجود منها البنكرياتيك انزيم ما تشتغل وان ما رح تشتغل البنكرياتيك انزيم منها ما رح اقاضم زين ديفكتف بايل سيكريشن طبعا زولينجير انسول سندرام يكون عندك الاتسيال حيل حيل عالي قبل ثلاثيان عقارب الشخص بيها فلقوا القرحة حيل قوية عنده يعني القرحة مو طبيعية عصلا بسبب زولينجير انسول سندرام فهي موجودة نحاول انو حلش ننطيه ننطيه هذا ننطيه علاج سنتوماتيك واذا كانت يومر واحد يعني منطق واحدة نشيله اذا كان منتشر بكل المعدة ما رح نقدر ننشيله واحد اثنين فننطيه ننطيه بروتنبومنهيبتر سنتوماتيك أور عندك انت شن النوب عندك اللي يهضم الدهون النوب هو البايل البايل يهضم الدهون ويساعد بامتصاص الدهون فالبايل ما رح نقدر نهضم ماذا باكو مايل يعني ما يجاي يطلع بايل مثلا القناة اللي طلع بايل مسدودة راح يجيك راح يجيك بالبايل يجيك هيباتك الهيبا الهيبا يصير بي مشكلة او الاليام يصير بي مشكلة يجيك بهاي الديفكتف انترالومنال ديجسين بتلاحظون ان كل السبب اللي عندنا بالديفكتف انترالومنال ديجسين انه انزيمات ما جاه تيخذه فالهيباتك هنا شي طلع يطلع بايل اذا هيباتك ماكو راح يلبايل معكو عندك البكتيريا البكتيريا اللي كانت كمية كل الشبيرة راح تمنع شغل الانتستين تمنع الانترالومنال ديجسين فيجيك بهاي المشكلة وتمنع شغل الانزيمات ايضا عندك الميوكوزة السيل عبنورماتيس هسه كمننا الانترالومنال وراح نتجه نتجه على الميوكوزة نفسها شنو يصير بالميوكوزة يقول لك الميوكوزة ما تطلع لكتيريا انزيمات فاذا عندك لكتير ما يقدر يطلع لكتيريا يكسر لكتيريا بالميوكوزة بكتيريا بكتيريا كبيرة فلا تستطيع هذا الانزيم راح نجي ناخذ على الموضوع عندك تستطيع الميوكوزة 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 مفروض انه كبيرة طويلة على موضة تمتص الغذاء على موضة الغذاء يفتر بها كلها ويتمتصها اما اذا كان الميوكوزة هذا المنطقة سيصير بها مخروضة ما جاي تمتص ظلت بس هالمنطقة تمتص فهذا يصير عندك اختبئة ميتة فهالمنطقة تشتغل عندك قصة من المعدة مرات مقصة فيصر عندهم هالي مشكلة عندك لنفة حتى ينتص باللينف لنفة الهون تنتص باللينف اما البلاد في انتصى الشوكارز فهو ممكن بسبب الليمفوما او تيوبر كولوسيز يستدين لنفاتيك او باس وي او وي على متنوع على موضي يقبر المواد الغداعية عندك الانفكشن اللي هي انتراتيس تروبيكا سيبرو ويبالس ديزيز هذو اللي بالانفكشن اللي يصيبون الوعية اللي راح تمتصى النيوتريانت وعندك اياتروجيني ممكن سيرجيري ممكن دراق انديوست هذا بسبب جراحية او بسبب ميديسن سببت ان هاي المشكلة هس عندك البكتيريا الابرغروث يقول لك البكتيريا الابرغروث هنا البكتيريا تكون بشكل مبالغ بها موجودة على ميوكوزة فراح تسدينها مثل ما نقول الشاشة مالت لها امتصاص ما راح يصير عندنا امتصاص يعني هاي الميوكوزة وهاي البكتيريا صار بكل مكان فالامتصاص يكون قليل طبعا هنصير اصير بجوجينال لومن طبعا بسبب شنو بسبب large population of anaerobic and aerobic organism qualitatively similar to those present in the colon تشبه الموجودة بالكولون لكن هنا وان جيت جيت بالجوجينال والجوجينال هو وظيفة امتصاص طونا قلناها فما راح يصير عندنا امتصاص راح يصير عندنا حيصير عندنا انه ما راح تقدر تطلع عنزيمات عالمد يصير عندنا انترالومنال جيد جدا هاي النقلولة وايضا شي سوي انه الابيثيليا انه بروفزيمال small intestine حينما من يمتصل لانتستان من يمتصل بها الغذاء هو الابيثيليام موجودة الميوكوزة اللي موجودة فجت البكتيريا صارت فوقها ما راح يصير بها متسقص طبعا تصير باشة الابيثيليامي اذا كان عندهم انتستان اللومنال احنا قلنا كل الغذاء يصير بي حفظوها عفض انفكشن فهذا ريسك ما انفكشن ايش عالي يصير عندنا استيسس بالانتستان مرات اذا الانتستان ما تضايقه صار بها structure تضايق ما يصير به تضايق الاكل راح نحشر صوب فراح يصير عندك انفكشن or fistula or blind lub or botches نبس ما قلنا تأونا وين قلنا ارض الانفكشن من هي الميكوز دايفرتكولام لان تكون بشكل بوري مفتوح هذا البوري عفو مسدود وهذا البوري مسدود يصير عندها الانفكشن or postoperative بعد العملية state or associated with inadequate gastric acidity بعد العملية احنا شننسوي نقلل الاسداتي مات المعدة على مدى تضروب الانتستان فهنا عندنا مشكلة انه الانفكشن قليل احنا قلنا الاسد هو يقتل البكترية والانفكشن فما اكو اسداتي بالتالي راح يصير عندهم انفكشن or immunologic deficiency اللي هي الايدز اللي هو لكل انفكشن يصير بهم وعندك mucosal disease of small intestine يعني هي disease of small intestine بالميكوزة سير عندهم هاي انفكشن كمنا وراها ش راح نجي راح نجي نعفل الاكتوز انترانس قلنا انه اكون زائم يطلع اا اكو خلايا يطلع الاكتاس واللاكتاس يسوي يكسر اللاكتوس اللي موجود بالحليب يقول لك is mostly acquired at time of puberty يعني بالبلوغ مرات احنا من البلغ مثل ان احنا زار نشغط حليب حد مثل سن 15-16 بعدين يقوم الحليب بورني يسر عندنا نفخة مثل ما نقول يعني واحد يقول ان الحليب ينفخني لماذا الحليب ينفخه هو مشكلة مو بالحليب لكن المشكلة بجسمه هو انه صار عنده الاكتوز الاكتاس بعد ما يطلع الاكتاس بعد ما يطلع ما راح يكسر الاكتوز ممكن يكون اكوائر لكن هو الغالب اكوائر يعني احنا من نصغار نشرب حليب ما عندنا مشكلة لكن من نكبر يصر عندنا مشكلة اذا اجيلك كيس مع لطفال راح يقول لك انه طفل كل ما يشرب يعني كل ما يشرب يصر عنده مثل ما نقول ومن غير هذا الحليب صار جان مرها تنتون حليب يكون ما بي لاكتوز خال من الاكتوز مكتوب علي خال من الاكتوز فينطون هي عادي يمشي شغله لاكتوز لاكتوز يستطيع ان تسر كبير ونحن ليس تكسر الاكتوز يعني تنتين جلوكوز ونجلكتوز ما راح تكسر هنا فما راح ينتينه بالتالي ما راح ينتص ما دام ما راح ينتص راح يصير بي يصير مركبات موجودة داخل الانتستين ليس متكسرة هذه المركبات الموجودة داخل الانتستين يقول لك انا اريد مي المذاعب يحتاج الى مذيب فيجيب مي يهواية مي يهواية يصير عندنا ديارية يصموها اسمواتيك ديارية عندك الانفات خصوصا العوالي يعني الابو عنده هو يصير عنده فميلر انبور نيرار او ميتابولاسم يعني من ولد ودينشيشن او ملك فيتنج منه يبدي اخذ حليب يصير عندها المشكلة توليرانستو دائر بروتكت دائرين عن موكبات التحتوي على هاي الحليب وغيرها وواتري فراثي ستول فراثي ستول يكون يكون واتري ويكون فراثي ديارية تقوية أبدومال ديستينشن يعني منتفخ اقلنا الامعاد قلت انتفخ أزيموتك دياريا مع ابزوربشن بالاضاة الشاحي يصير 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 ويصير 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 عن بايرل ويصير ويصير ويصيرون ويكسرون اللي موجودة لتفرز اللاكتوز بالتالي راح يصير عندنا هاي المشكلة يقول لك أكاراتس ويصير ملك انتاك يعني من يأخذ ملك تعرفوه شوان شخصونا. مني اخذ ملك يصر عنده. زين. الاكتوز ترى نستيست. نخلي الاكتوز. ونشوف نشرب الاكتوز ونشوف ش راح يصير بيه. وش نسوي? انت استعنا البايوبسي از النورون ليه براش بورده ما راح تباين بالبايوبسي. حين لا صغير اصلا. وما راح تباين لا بيها مشكلة لا بالبايوبسي. زين. هسه دور تلات شغلات وحفظهم حفظ مثل اسماعكم. انه اخذ الاكتوز صار عنده مشكلة. او من ياخذ الاكتوز يعني هو يقول لك انا اخذ الحليب يصير عنده مشكلة. او انت شو سويت ان باي الاكتوز انت بنفسك. او تاخذ بايوبسي راح تلقاه نور ما ما بيكل شي. لكن عنده مشاكل بالانستين. يعني يجيك بذول المشاكل بس تجي تلقى الاكتوز طبيع ما بيكل العفو البايوبسي ما بيكل مشكلة. زين. عندك هسه السيلياكسيبرو. هاي حساسيات الحنطة. شاعة جدا والله انا شفت يعني مرة دكتور من ديكاتر اتنجين تعمى بالعيادة جات عنده هاي الكسي اللي هي السيلياكسيبرو. حساسيات الحنطة. فيكون غلوتين سنستيف انتيرو باثي. غلوتين سنستيف انتيرو باثي. يعني احنا عدنا مو الحنطة نفسها وانا عدنا مركب موجود في الحنطة يسمى الغلوتين. هذا الغلوتين تكون الخلايا مالت نمات الانتستين بالشخص اللي هي ديزيز تكون عدها متحسسة هذا المركب. هذا المركب من يطب للانتستين قبل رح يدي الوجه. قبل رح يدي الوجه. فيقول لسنستيف تتو غلوتين يكون موجود موجود بالفيت related to grains. يعني مثل الارت البارلي والرائي. that contain water insoluble glidine peptide. يعني ميونوجينك. اذا هم غلوتين بها بها غلائدين. فهذول الغلوتين والغلائدين هما نفسهمها غلوتين والغلائدين. فهذا يكون ميونوجينك. شنو معي ميونوجينك يعني انتجين دخلت الجسمي. بشون داخل البكتريا رح يسوي انفلاميشن. هاي افلاميش رح يسيبه هم الخلايمات الانتستين اللي راح تمتص. فبالتالة خلايمات تقوم تمتص. هو هذا المغزن. او هاي الفكرة من الموضوع. طبعا واحد بالمية بالاوروبيين البيض. يكون فامليال. يعني اذا ابو بي هو بي. يكون يعني ممكن سببا فيرال. يعني ممكن سببا فيرال. the disease has genetic basis. يعني جينات يصر عندها. زين. بريزنتيش ش رح يصر عندك رح يصر عندك رح يصر عندك باي فيزيك ايج انسيدنس. رانج. فروم انفانسي توميد adult food. شنو معناها? معناها يقول لك انه باي فيزيك يصير بالاطفال ويصير بالمية. شنو معناها? ان انت عندك بالاطفال هنا الطفل شوقتي يبدي اكل خبز. تقريبا اكل خبز باول سنة هيتش. يعني برقتي خلاصها سنة هيتش. او بعضهم يكلونا بس ستة شهر سبعة شهر عادي اكل. فهنا رح يبدي يصر عنده يصر عنده هاي المشاكل. قبل ما كان عنده مشكلة لكن هاي سيصر عنده هاي المشاكل. رح يجيك بديارية ومال نيوترشن. ليش ديارية ومال نيوترشن? لان ما جاي يمتص. اللي معاه ما تبسبب انفلميشن قمة يمتص. فصير بها حركة قوية بسبب انفلميشن. هاي الحركة القوية تسوي لك شنو ما تسوي لك ديارية. ويصر عندك شنو مال نيوترشن. يعني ما جاي ياكل. او الاكل كله جاي يدبه. ويجيك ريتارتيت شايلد غراف. يعني يقول لك ياابا هاد عمر خمسين مش تشوفها تقول هاد عمر سينة. من حال ضعيفة ونفسي تتعبانة اصلا. ويكون عودهم ايرون ديبشن سينيمي. ليش لان ما جاي ينتص الموات الغباعية. خد الحد ما جاي ينتصها. الباثي جينيزز. احنا عدنا الكلوتيين. من اكلت حنطة مثلا. هاي الحنطة من اكلت هاي هي جلوتيين. اول ما يطبيني يطب الخلايا يجب خلايا البيسيل كلها تتجمحها والبلازما سيال. خلايا القوية تقول لك أنا هذا عند حساسية منه وانت اجيبت لي ايها تصبح عندك مشكلة. البيسيل الدميش توتر الفلاتينج او فيلاي. الفلاش يصير بها اللي هي مسؤولة عن تصاص كلها يصير بها فلاتينج تقول لك أنا بعدها انتص. هذا مركب حل قوي هذا مركب يكسرني مركب يدمرني وانا عنده حساسية منه. الان يرجع عندما عنده فشي صر بها صر بها فلاتينج. اذا براش بوردر شي صر بها فلات. فلات براش بوردر. مهمة حل مهمة. فلات براش بوردر. فهسه غلوتين يجيب الخلايا اللي هي بيسيل وبلازما سيل. ليش جاب بيسيل وبلازما سيل. ليش ما جابت اتبار ماذا نقول انه الجسم يعرف انه عنده حساسية. فمجهز قواته بدها. مجهز كل شفتها. فيجيب الخلايا القوية الرئيسية على ما تقدر تقاتله. من تقاتله راح البلاي كلها تروح. فهسه عندك ايضا نكاتب لك هذا الباثجينس سيليك ديزيز. غلوتين شبي بيقلايا دين. غلايا دين هذا اللي هو which containing T-cell epitopes resist gastrointestinal degradation. يعني غلايا دين ممكن شي سوى ممكن يكسر هالخلايا. يجيب الخلايا القوية المناعة اللي هي البيسيل والبلازما سيل اللي يكسر. غلوتين بيبتايت which can then bind more efficiently to the disease relevant طبعا تكون ويعمل تصل وهي الهلا dq molecules on the abc اللي هي انتجين presentic cells that present it to cd4 or T. T-herber cd4. يعني اللي راح يسر انك قلاتي. انه انت عندك الخط غلوتين. هذا الغلوتين بيقلايا دين. غلايا دين راح يوديه وين؟ في شكل البيبتاعد. البيبتاعد راح يعرضه وين؟ طبعا يكون من التصوير هلا dq. يعرض على انتجين presentic cell تعرضه لهم وقلنا انتجين. وانتجين يعرض على cd4. راح يصر انك راح يصر انك اكتيفاشن of غلوتين specific cd4. راح تقول لك انه هذا انتجين هاجمنا لازم نحن نحاربه. secret ability of pro inflammatory cytokines. cd4 راح تنادي البقية. تقول لك تعالي يا بي. فتنادي البروفيناتري cytokines. اللي هي such as interferon. هين؟ وعندك الانترلوكين 21. راح يصوون. راح يصوون intestinal lesion. صر inflammation حل قوي. معركة. تقول لك طلعي غلوتين طلعي غلوتين. عند اكتيفاشن of. وش يصر عندك? يصر عندك هاي الانترابثيلر انفوسات. واستمائة البيسال. راح يجيب البيسال. وانت راح بتل الانفوسات وتبدأ المعركة. المعركة هاي حل قوية راح تنتهي بتدمير الفلايمات الانتستان. لان هي من امتصى امتصى الفلاي. تقول لك ليش امتصتها تعالي لا قطيش. فتبت تكسر بالفلاي اللي موجودة بالسمال الانتستان. طبعا انتو سايتو لتك النتشل الكلار سير دعت ميديات destruction of enterocyte expressing stress signals. يعني يكون يقتل كل الخلايا. الانتيروسات على موضي يقول لك انه هاي حل قوية يعني طلع stress signals. بلوتيني فري دايت. increase the risk of developing disease. ليش لانها inflammation. طبعا inflammation. وهذا اصلا اصلا هماتيان مكتصلة بالسفاجس cancer. اذكر. احفظوها انه هاي increase risk of the cancer. يعني شنو العالجة. دا يأكلوا بلوتين. بس ما يأكلوا حمطة. دا يأكل خبز. متستانة البيوبسيز اسنشي الله. خليما نشوف الدياجنوسي. ليش لان متستانة البيوبسيز راح اشوف احشوف احشوف ميكوزة شرائرية صار بها. شنو التشانجز ماكو باللاي. باللاي ماكو. يقول لك. shortening or septotal atrophy of villae. هاي حال مهمة. شي صار عندك يصار عندك انه كريبت موجودة. بين الخلايا راح يصار بها elongation of the crypt containing. ديرو ساعت. وشي صار عندك يصار عندك increase lymphocytes. اللي احنا قلنا راح اجيب الليمفوسيات في البلازماسيال. اذا هسه. بلوتين جابا الليمفوسيات في البلازماسيال شفناها. اللي راح يصار عندك كلاتي. انه. باللاي ماكو. فشي سوي جسو عمضي عوضي جيب كريبت وخليه هنا في هاي المنطق. فشوفوا كريبت صار بها نونجيشن. هاي كريبت النورمل. هاي كريبت اللي بنورمل. نونجيشن. باللاي ماكو. وبلازماسيال هواية. والنفوسات هواية. شوفوا ديها هاي كريبت. شبيرة. باللاي ماكو. شوني النور بلازماسيال انفوسات موجودة. طبعا. الانتباديس اللي موجودة بيها. هو حسب الانتجينات مالتها. فهي الانتجين ماها هو اقلايدين. فننطق انتو قلايدين. ننطق انتي اندوميشيال انتبادي. وانتي تشو ترانسجلوتامينايز انتبادي. ما حاجة تعرفون شون السببهم وليش صار. هسه عندك كي كومبليكيشن. قلنا انه راح تسبنك مالاقنسي. ليش مالاقنسي. جابت سيل. يا سيل جابتها جابت البيسال. فراح يصيح عندك تيسال ينفوهمية. بينما. شOff يصيح عندك بكتيريا اللي هي شنوها؟ بيسال ينفوهمية. يصيح عندك م palline to carcinoma. كان خلايا واغلانadas موجودة في يصصر اك منوض سيحه الساحوه بسفهيقس. سوفو. اس lleству يا سيح Hungary يصيح عندك إفراكترة ريسيبرو. بقى ريسيبرو أنه ريسيبرو kit ايصصى عندك أن ترجع النوب. يصيح عندك انしまistinctring تضيق تريتمات تريتما تنطق بلوتيني في ريدي وستيرويد زين وراء ما كمنا هذي راح نجي ناخد الموضوع الاخر اللي هو تروبيكال سيبرو تروبيكال سيبرو اللي هو يسمونه سيليك ديزيز لكن شنوه لكن ما عرفنا شن السبب هنصر عندنا حساسية هنا بسببه انفكشن تروبيكال و هنه يصير بساوث امريكا عن ساوث اير ناجيا اذكر ديابنا كيس بالفاعل عن تروبيكال سيبرو انو وين تحتاج تاخذ مكان الهيستري موانا الترافلين بها ديزيز ونطينا هوا ديزيز لكن منظمها تروبيكال سيبرو تروبيكال سيبرو تصير بالأمريكا والسافر طبعا يقول لك انفكشن اتيولوجي is implicated not definite مايكرو ارغانيزم has been identified لحدنا مايعرف نشلون البكتيريا اللي تسببها او انفكشن السببها راح يجيك مالبزاروشن سندر سيمتوم يجيك acute diarrhea بعدين acute diarrhea diarrhea يجيك folic acid deficiency وميغالبلاستيك عنيمية dominant folic acid deficiency وميغالبلاستيك عنيمية اذن دومنت ليش ان هنا راح يقل انتصاصة folic acid والfolic acid اذا قل انتصاص سيصر عندنا ميغالبلاستيك عنيمية فضو هيتش ان الفوليك اسد ما راح ينتص folic acid وهو فيتامين بي اذكر ممكن ب low b12 low b9 والله ما اذكر مهم فهذا الفوليك اسد شي سوي سوي ميغالبلاستيك عنيمة يبقى تقول جيش راح يصير عندنا minimal to severe diffuse entritis with partial villas or flattening هنا راح يصير عندك entritis موجودة لكن ذي شي هقين total or subtotal flattening بالفلاص هنا شي يكون عندنا بارشيال هاي حيال مهمة كلمة بارشيال احفظ الفروقات broad spectrum antibiotic esteracycline اذا هسا داريد مقارن ان ذاك ماكو سبب هذا سبب بكتريا او infection هذا هيش اذاك هيش عندك ال福بال مقارن ال福بال السابق ال福بال السابق لا يوجد مذيذٍ انتستان والانتستان والانتستان والسمط والجونتس احفظ كلام لانا انا احسابنا مشاكل بالسينس والجونس يقول لك باته رجيبايا بسي شو ديجنوستيقفاني راح تشوف شو اسمه انتستان الميكوزة اسفو الماكروفايج ماكروفايج بيها لماذا ماكروفايج عنه متفترع البكترية لامنا بروبريا ووضع انتمر انفلميش انفلميش لان خلاهية مناعية موجودة والفلاجسر ريس تتوسع وادنينج لماذا وادنينج بسبب الماكروفايج اللي موجود ماكروفايج شبيرة سوف تشوف راح تشوف راح تشوف تروفيريا تروفيراما اللي هي جرام بوزيتف اكتينو مايسايت وذ باس ستين بوزيتف باس ستين تكون بوزيتف سين باش انتش راح نشوف ميل صوتين لخمسين السنة هذول يحبون السفر وغير هفه يصير بيهم اللي راح يجيك شنو الانفادين وباثي الانفادين وباثي النقطة الأولى النقطة الثانية راح نشوف راح نشوف بوزيتف 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 ما خليش تمتصين فهي تصير مثل السكنك يعني شون هاي الزاقة اللي صير عجامة ما للسيارة قبل ماي خلوها فهي هاي جيار الامبلية طبعا ووردس موست بريبلينت باثوجينيك قات بروتوزون اكتر شي يصير هي الموست كمان هي جيار الامبلية تكون اسمتواتيك كيرستير اس كمان يعني هواية باش تحاملها لكن ما عنده اسمتوز فهذا ينقلها تروفوزايت هي ذنية تكون سيس وتروفوزايت فيقول لك تروفوزايت وان يعيش ايش بده دنيا give rise to infective cysts that are shed into the stool infective ما يسبب فقط ينتقل من شخص الاخر يسبب infection هو تروفوزايت زين separate bifecal contamination قلنا انو رح ينزل هذا السيست ينزل بالفيسيس ويروح من شخص الاخر فيصيب عكتر من شخص يقول لك وانت تصير بانتستان على ميكوزا فقط تلزق عليها قلناها لكن ما تطبق داخلها مهم معي ما تسوي invasion الباثولوجيا اللي انتستان على البلايش بيها بيها نورمال ممكن تكون نورمال او ممكن ش يصير بسبب هاي اللزقية قلنا اللزقية تقول ما تشتغل انتستان على ميكوزا بيصر بيها سوريها بلانت مثل ما نقول تنسد وذن مكسد انفلاميثير يصير سيلس فلتريت ان لامنا بروبرية ش رح يصير عندك يصير عندك كلينك البكتر مالبزارة تبايا هاي تواريها الجنبينة